اشتركوا في القناة التي قد تزعزع بيئات الأمن المتنوعة كالأمن السياسي والاقتصادي والإعلامي التماعن الجلي بالواقع المتخبط الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط يدفعك للتوجه بأدوات التخطيط السليم والقراءة المنطقية نحو تقدير مساحة عنق الزجاجة لمعرفة السبيل الأمثل للخروج منها وبالتالي تلاف اتساع رقعة سمة عدم الاستقرار وتشكل الصراعات الأمنية على حين غر بين الفينة والأخرى هواجس أمنية هو العنوان الذي حمله مجيء الملتقى الخليجي الرابع للتخطيط الاستراتيجي هذا الملتقى الذي ينوي وضع يده على جملة من البرامج الاستراتيجية التي تخفف من وطأة الهواجس الأمنية التي تهدد مستقبل الشعوب العربية على وجه العموم والخليجية من باب الخصوص لم يعد من المقبول تحمل الحكومات فقط لجميع تبعات الأمور المتلاحقة في المنطقة بات ضروريا مشاركة كل فرد من أفراد المجتمع لأن ما يجري سيجري علينا جميعا حاولنا بقدر المستطاع أن نغطي أكبر قدر من المجالات التي تمثل هواجس لنا في المنطقة نحن نمر بفترة حارجة هناك أكثر من تحدي يحيط بمنطقة الخليج العربي لا يخفى عليك هناك تحدي الإرهاب هناك تحدي عاصفة الحزم وتبعات حرب اليمن وهناك ما يجري في سوريا وعدم الاستقرار في العراق جميع هذه الأمور تتطلب الانتباه للهاجس الأمني أو ترفع الإحساس بالخطر المحيط بنا وتتطلب كثير من استراتيجيات لتقليل الضرر على دول الخليج من تبعات ما يجري حولنا مشاركة هي الأعلى منذ تاريخ ولادة هذا الملتقى من حيث المتحدثين والحضور في آن معا وجلسات ستلازم شقها الأول كلمة الأمن لتقترن بالشق الثاني لمسمها معانا لمجالات الحياة المختلفة السياسية منها والاقتصادية إلى جانب التطرق لمواضيع الأمن الإعلامي والاجتماعي والعسكري باتجاه تسليط الضوء على مجال الأمن الداخلي كيف نستطيع أن نواجه هذه الهواجس الأمنية داخليا وخارجيا من خلال تفعيل منهجية ومبادئ التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ أيضا هذه الخطط الاستراتيجي بحيث أن نكون مبادرين مستعدين ونتميز أيضا من خلال القدرة على مواجهة أي نوع من التحديات حماية لشعوبنا والمكتسباتنا الوطنية لا أمنة بدون تنمية ولا تنمية بغير أمن فالعلاقة علاقة جدلية وعلاقة تأثير وتأثر وهذه المعادلة هي المعادلة المحورية اللي يمكن بيقوم عليها معظم الاستراتيجيات الأمنية الجديدة نحن نشتغل النهاردة في المجال الاقتصادي لن نعمل بعيدا على المجال الأمني لا بد أن يكون هناك أمن لكي يكون هناك مجتمع آمن ولا بد والمجتمع الآمن هو الذي يساعد في تكوين أمن في البلد فهي دائرة تغذي بعضها بعض ودائرة متواصلة من التعاون أو من التكامل ثلاثة أيام ستساق الأفكار نحو تبديد المخاوف ما أمكن وتقليص حجم الهواجس الأمنية التي قد تبطئ من إنتاجية المجتمعات العربية من مكر الأزمات يؤتى الحذر ومن امتدادها تأخذ الدروس والعبر وحتى من تبعاتها السلبية التي لا تبقي ولا تذر تأتي الحاجة ملحة بوجوب تفادي أي أمر قد أنذر ولن يعذر بيئة الأمن إن تجاهلته من باب لا تحديات تذكر لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر براحة شكرا لكم